اشتركوا في القناة 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 يا سيدي عذرا على كل ما كان قد غرروا عنا بتلك العقيدة قراركم من حين وقت سمعنا عدنا وعودتنا بصدق السريرة فاليوم عهد الله ولك عهد منا يا طائد الثورة هممنا كبيرة منها هنا نمشي على دربطاها بعزم صادق في الولى والعقيدة واليوم من هدي النبي قد عرفنا معنى الولى لله كيف يريده يا سيدي يا طائدي يا علمنا صارت نوايانا نظيفا حميدة فالحمد لله من هداكم شربنا والكل ما توجه بهمة شديدة نحن سننصر طفل غزة هدفنا وللعدو نضرب بيد من حديدة والمسجد الأقصى هدفكم هدفنا ننهي العدو نضرب ونقطع وريده ثم الصلاة تبلغ محمد علمنا خير البشر واله وخيرة عبيدة خير البشر واله وخيرة عبيدة الله أكبر الموت الأمريكي الموت الإسرائيل اللحظة على اليوم المرسل الإسلام لبيه يا أقصى لبيه يا أقصى لبيه يا أقصى لم ينطضي المجد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا من قدم الحذر ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقضي من إدراكها وطر ضيوفنا الكرام حفلنا الكريم أما الآن نستمع إلى كلمة الخريجين يلقيها نيابة عنهم الأخ العائد محمد للصلاة أحمد جاسم منصور فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحفل الكريم الأخ القائد العلم السيد عبد الملك بن بندر الدين الحوذي حفظها الله ورعاه الأخ رئيس الجمهورية المجير مهدي المشاط الإخوة الحاضرون جميعا اسمحوا لي أن أقف أمامكم عني وعن إخواني العائدون من صفوف الإدوان إلى حضن الوطن الحر وإلى صنعاء أم اليمن وأم اليمنيين فإننا نبارك أولا للعلم القائد سيد عبد الملك بن بندر الدين الحوذي حفظه الله ورعاه على القرار الذي اتخذه ضد العدو الصهيوني الغاصب فنقول له بأننا مفوضون لك يا قائدنا وقدوتنا على هذا القرار على هذا القرار الذي اتخذه لنصرة إخواننا في فلسطين المحتلة والمظلومة وكذلك نبارك القوات الصاروخية والطيران المسير والقوات البحرية في سواحل اليمن من ضربات على السفن العدو الصهيوني الغاصب والمحتل وأما بعد فنحن العائدون من صفوف الإدوان نعتذر نقدم اعتذارنا أولا لقيادات الثورة وكذلك لقيادات السياسية ممثلة بالرئيس الجمهوري المشير مهدي المشاط وكذلك نقدم اعتذارنا لجميع الشعب اليمني قاضبة على ما بدر منا ضد وطننا فنحن المغرر بنا نعتذر أشد الاعتذار على كل ما بدر منا على ما بدر منا قبلنا نحو هذا الوطن فلا يسعنا إلا أن نشكر قائد الثورة حفظه الله وراءه على قرار العفو العام بالمغرر بهم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحكمة اليمانية الذي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم حيث قال الإيمان يماني والحكم يمانية فله منا ألف ألف شكر وعرفان على هذا القرار الذي أرجعنا إلى صوابنا وإلى أهلنا معززين مكرمين رغم ما كانوا يضللون علينا بأن إذا رجعنا إلى بلادنا فإن الحوديين فإن الحوديين سوف يقومون باعتقالكم وتعذيبكم ولكن اتضح لنا بعد أودتنا غير ذلك تماما فنقول لهم خسئتم وخسأت أقوالكم فإننا وجدنا إخوة لنا كرماء أعزاء فإنهم يتآمنون معنا بكل إيمان وما فرضها الله عليهم من أخلاق ونقول للعلم القائد نحن المخدوعون العائدون سيوفاً بتارات تحت أمرك أمضي بنا فوالله لو أمرتنا بأن نخوض البحر لخوضناه معك وفي الأخير أقول لإخوان الذين لا زالوا في صفوف العدوان ارجعوا إلى الوطن وإلى أهلكم أما آن لكم بأن تفهمون بأنكم تقاتلون إلى جنب العدو والصهيون والأمريكي والعمارات والسعودي ضد بلدكم وضد أخوانكم الفلسطينيين المظلومين والمستضعفين ألم تألمكم جراح الفلسطينيين وما يقوم به الكيان الغاصب ضدهم الله الله في الأودة فنحن نعدكم بأنهم سوف يستقبلوكم في حضن العاصمة صنعاء الحرة الأبية الذي هي ملاذ كل الأحرار وفي الأخير لا يسعني إلا أن أقول اللهم احفظ السيد العالم القائد عبد الملك بن فتر الدين الحوثي حفظه الله وحفظ الله اليمن من كل شر ومكروه الرحمة للشهداء الشفاء للجرحى وتحيى اليمن حرة عزيزة كريمة وكما نثني شكرنا لإخوة القائمين على هذه الدورة على ما فدموه لنا من المعارف وتصحيح الأفكار الضالة والعقائد الباطلة والثقافات المغلوطة الذي كنا عليها والتي تلقيناها من خارج الثقلين ولهم خالص تقديرنا وإحترامنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الموت الأمريكا الموت الإسرائيل اللعبة الأليهود النصر الإسلام لبيك أكثر لبيك أكثر كيف لا وقد شرف حفلنا ثلة من أعلام أمتنا وقد نعتوا ليشاركوا إخوانهم فرحتهم فرحة عودتهم وتخرجهم أيضا أيها الحضور نستمع إلى كلام كالدرر كالدرر المنثور وتوجيهات النيرة ومع كلمات ضيوف حفلنا المبارك وبداية ومع الكلمة الترحيبية ومع الأقمس أولى العايدين بالمنطقة العسكرية الخامسة المقدم كميل خلي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى ألي وسلم رحب الحضور والضيوف جميعا الأخ العقيد أبو هاشم المرواني مدين المركزة الموضاني للعايدين كذلك الأخ العقيد أحمد الهادي والعقيد الشاعر أحمد بنه والعقيد والرائد محمد الحيدري لقل استخبارة العايدين في محافظة غيمة الأخوة العايدين إلى صف الوطن الأخوة الحضور جميعا كلا باسمه وصفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نراحبكم لأجمل التراحيب في حفلة تخرج هذه الدورة التأهيلية للدفعها لأربعون لعدد من العايدين إلى صف الوطن الحضور الكرام خلال تسعة عوام من العدوان والحصار على بلادنا وشعبنا اليمني العظيم انتهج المعتدون وعملاءهم سياسة التضليل والخداع وزجوا بكثير من الشباب من مختلف المحافظات في محارق الموت والهلاك وجعلوا من هؤلاء المخدوعون ذروعا يحتمي بها خلف جنودهم وفي سابقة خطيرة أقدم تحالف العدوان على تصفية كثير من المغرر بهم الغارات الجوية والمدفعية والقتل المباشر وبعد أن اتضحت الحقائق وانكشف زيف البطلان وانكشف زيف البطلان ما روج له تحالف العدوان لدى كثير من المغرر بهم عادوا تباعا إلى صف الوطن وهنا نشير إلى إن إصطار القيادة التورية والسياسية العليا لقرار العفو العام لكل من يرغب بالعودة إلى صف الوطن جاء من منضلق الحرص على حق ندماء أبناء هذا الشعب اليمني العظيم وتنقوية أيضا للفرصة على أعداء الوطن والشعب ولذا فإننا نجدد الدعوة لكل من لا يزال في صفوف العدوان أن يختنموا قرار العفو العام ويعودوا إلى صف الوطن والشعب وإلى مناطقهم وأسرهم لا يعيشوا بأمان وسلام في المعركة اليوم باتت مفتوحة ومباشرة مع الأمريكي والكيان المحتل الإسرائيلي في غزة وفي فلسطين المحتلة نصرة لغزة ومقاومة الباسلة ورد على جرائم العدو الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع الجرائم والمجازر بحق أهلنا في قضاع غزة وآن الوقت لكل أبناء اليمن أن يتحدوا في خندق واحد ضد أعداء الله أعداء الأمة العربية والإسلامية الحضور الكرام إننا بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة من خلال عقد مثل هذه الدورات التأهيلية للعائدون قد أسهمنا بدور كبير في توضيح كثيرا من الحقائق التي كانت غائبة عن هؤلاء الشباب الذين تم استدراجهم ضرق ووسائل شتى من قبل العدوان الغاشم وأدواته من العملاء والخوانة ونحن هنا نؤكد بأن العائدون إلى صف الوضن يحظون باهتمام كبيرا من قبل القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا أيضا لأنهم لا يصلوا على الاستمرار في ضريق الباضل عندما عرفوا الحق فقرروا العودة إلى جادة الصواب وإلى صف الشعب اليمني ولهذا ولذا فإن عودة المقرر بهم إلى صف الوضني يعبر عن مدى وعيهم بزيف وتضليل ومخطضات العدوان وأدواته من عصابات الخيانة والعمالة والارتزاق فالوضن يتسع للجميع وحمايته هي مسؤوليتنا جميعا وعدونا هي أمريكا وإسرائيل الكيان المحتل وتفرقنا هو خدمة لهذا العدو الصهيوني والأمريكي وخير دليلا على ذلك هو ما يرتكبه العدو اليوم الإسرائيلي في غزة وفي الضفة الغربية من مجازر وجرائم وحشية وإبادة جماعية بحق الأطفال والنساء والمسنين والمدنيين العزل في قضاع غزة وما حشده ويحشده الأمريكيون من تحالف دولي لحماية السفن الصهيونية للبحرين الأحمر والعربي أزاء الموقف اليمني الصادم للقيادة الحكيمة والله أكبر والموقف الأمريكا والموقف الإسرائيل والنعنى العدود والناس الإسلام لنبيك يا أقصى لنبيك يا أقصى وأزاء هذه الجرائم الوحشية لم يقف يمن الإيمان والحكمة والمدد والنصرة نقطوه في الأيدي حيث أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوذي حفظها الله عن موقف شعبنا العظيم في مساندة المقاومة الفلسطينية ونصرة لأهلنا في غزة وفلسطين بالفعل الميداني المؤلم للعدو وبالمشاركة المباشرة في معركة طوفان الأقصى وتمثل ذلك وتمثل ذلك وتمثل ذلك بتنفيذ عمليات نوعية وضربات مسددة ومزلزلة للكيان المحتل بإضلاق ضفعات عديدة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة التي دكت أهداف حساسة في أم الراشراش ما يتسمى إيلات اليوم وقد اتخذت قواتنا أيضا البحرية الفتية خضوة تصعيدية أخرى أكثر إيلاما للكيان المحتل الغاصب تمثلت بإعلان منع مرور كافة السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت إذا لم يدخل إقضاء غزة حاجتها من الغذاء والدواء وسيصبح هدفا مشروعا لقواتنا مسلحة وبهذه الخضوات أعلنت الكثير من هذه الشركات الشحر عزوفها عن المرور من مياهنا في البحر الأحمر والعربي وكما أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدردين الحوتي يحفظه الله في خضابه حول آخر المستجدات في فلسطين بأن التحرك الأمريكي الأخير لن يثنينا نهائيا عن موظفنا الثابت والمبدئي والأخلاقي الذي أعلنناه منذ البداية إلى جانب الشعب الفلسطيني ولذا فأن اليمن سيمضي بقيادته الثورية الحكيمة والشجاعة وشعبه العظيم أو أولي القوة والبأس الشديد في مسار الانتصار لغزة وفلسطين وردع الصهاينة الغاصبين بخضوات وعمليات ميدانية ميدانية تصاعدية إلى جانب بقية أضراف وفصائل محورة المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل والمبين والله ورد الموت الأمريكاء الموت الإسرائيل اللعنة عن يهول النصر الإسلام تباية يا أقصى تباية يا أقصى تباية يا أقصى الحفل الكريم إن معركة طوفان الأقصى هي معركة مصيرية للأمة العربية والإسلامية جمعة وهي معركة فاصلة أيضا بين الحق والباضل ستسفر عن انتصار الحق وهي المقاومة الفلسطينية والقضية الأولى والمركزية للأمة العربية والإسلامية لأن الحق حتما منتصرا وظاهرا وسيهزم وينكسر فيها الباضل وينكسر فيها الباضل وهو الكيان المحتل الصهيوني الغاصب لأن الباضل لا محالة زاهق وزائل وقد بدأت شواهد زوال هذا الاحتلال من مشاهد عنفوان الأبطال البواسل الذين أطلقوا أمواج طوفان الأقصى الهادر الذي اطمر مستوضنات غلاف غزة ودكة الأبيب وكافة المدن المحتلة في فلسطين العروبة والمجد والنضال وصواريخ المقاومة الفلسطينية والمزلزلة ومؤشرات النصر العزيز والمؤذر والمؤيد من الله لمعركة طوفان الأقصى تتوالى يوماً بعد آخر بفعل الملاحم البضولية التي يسطرها أبطال المقاومة الفلسطينية في غزة في غزة العزة والكرامة والصمود والاستبسال الذين ينكلون بقوات الاحتلال في قضاع غزة ويحرقون دباباته وآلياته العسكرية ويدكون مستوضناته الغاصبة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى ما تمفذه دول وأضراف محور المقاومة في اليمن ولبنان والعراق هيات نوعية ضد كيان الاحتلال وداعمه الأمريكي وبشكل تصاعدي ولا محالة ولا محالة إن النصر آت 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 وهو قريب بإذن الله تعالى ومن نصر إلا من عند الله وأنه لجهاد نصر أو استشهاد الحاضرون جميعا في الختام لا يسعني إلا أن أعبر عن الشكر لكل القائمين على هذه الدورة التأهيلية للعائدين إلى صفة الوضن التي تحتفل اليوم بتخرجها ونؤكد أننا سنواصل تنفيذ كافة المهام المسندة إلينا بتفانن وإخلاص وسنكون على الدوام درعا للوضن وحماته لسيادته وحمات لسيادته ومدافعون أشداء عن حياضة وترابه الطاهر أسأل الله تعالى القدير أن يمن أيضا بالشفاء العاجل وكافة الجرحى وبالحرية لمن تبكى من الأسرى المجد والخلود للشهداء العظمى والنصر للوضنين وشعبنا اليمنى العظيم وأهلنا وأشقائنا في فلسطين وفي غزة والمجاهدون في غزة هاشم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجملا مزينة بالقلائد ومعاني متوجة بالفرائد أما الآن ومع كلمة المركز الوطني ومع الأخ النقيب حسين الحجاجي فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد المرسل محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم الحاضرون جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا ويشرفنا الحضور معكم في تخرج هذه الدفعة من العائدين والذين نرى لسان حالهم يقول ربنا لا تزق قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الأخوة العائدون لقد عدتم فأهلا ومرحبا بكم في بلدكم وبين أهلكم وأخوانكم بعد أن تبين لكم الحد وتكشفت لكم الحقيق من خلال تلك الفترة التي كنتم فيها مطية للإحتلال ولكن اليوم فرى جميعنا الحقيقة تتضح بشكل أكبر من خلال حجم التآمر على بلدنا وأمتنا ومقدساتنا على مرأة ومسمع من العالم أجمع فها هي والكف تجمع كل قواها ضد بلدنا وشعبنا محاولة منها لإخضاعه وإرهابه والسيطرة على مياه الإقليمية ومقدراتنا على استراتيجية لا لشيء إلا أن شعبنا قال خلمته مع قائده الحر العزيز بالوقوف أمام جبابرة الأرض ضد ما يحدد تجاه إخواننا في قزة من قتل وتدمير ومنهج الأرض والإنسان أمام صمت منيب ولكن فليعلموا بأننا قيادة وحكومة وشعبا ممن قال الله فيهم الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم ولهذا علينا أن نعي جيدا ما يدور أن نكون جميعا عونا وسندا لقيادتنا لمواجهة القفر العالمي والنفاق العربي ونحمده على نعمة القيادة ونعمة الجهاد قائلين له لقائد الثورة حفظه الله القائد السيد العلم عبد الملك بدل الدين الحوثي أضرب منها حيذا جئت الحفل الكريم الأخوة العائدين الموت لأمريكا الموت إسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام لبيك يا أكسر لبيك يا أكسر الحفل الكريم الأخوة العائدين نتمنى الحفاظ على ما تحصلتم عليه خلال فترة هذه الدورة من ثقافة ووعي تسجيدا للهوية الإيمانية والروح الجهادية لديكم وأن تقوموا بواجبكم جنبا إلى جنب مع أخوانكم المجاهدين فأنتم الرافد وأنتم المدد وكذلك التواصل بمن تبقى من زملائكم وأقاربكم ومعاربكم المقرر بهم علماً بأنه بعد كل هذه الأحداث لم يتبقى مجال لكلمة مقرر بعد صد الرأس الأذعاء أمريكا وإسرائيل الموقف فمن الأولى رص الصفوف والالتحام الشعب اليمني كافة ولكننا من هذا المقام عبركم ومن خلالكم نجدد الدعوة لهم بالعودة إلى جات الصواب قبل فوات الأوان وإغلاق باب العفو العام الذي لا زال حتى الآن مفتوح عبر الرقم المجاني 176 الذي تعمل عملياته ليل النهار على مدار 24 ساعة لاستقبال تواصل المخدوعين الموت الأمريكا الموت الإسرائيل اللحمة على اليهود النصر للإسلام لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر قيادة المنطقة العسكرية الخامسة مثلة قائدها اللواء المجاهد يوسف المداني الراعي لهذه الدورات وكذلك شعبة الاستخبارات في المنطقة الخامسة على إهتمامها لإقامة مثل هذه الدورات وكل من شارك ورتب ونظم لنجاحها وشكر أيضا ووصولا لحضوركم وتجاوبكم واستيعابكم سيد المولى عز وجل أن يحفظ لنا علمنا وقائدنا ويمنا وأمتنا وديننا نسأله العون والنصر للمجاهدين والرحمة للشهداء والخلاص للأسراء والشفاء للجرحاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الموت الأمريكا الموت الإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للأسراء لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى أما الآن ومع كلمة المقدم محمد الحيدري فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق والأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابة المتجمين الأخوة الحاضرين جميعا كل باسمه وصفته الأخوة العائدين من صف العجوان المؤرر بهم حياكم الله جميعا الأيام قد وضحت الحقائق وكشفت الأمور على مسرعها فلم يتبقى في صف العدوان حتى هذه الساعة إلا إنسان لا يوجد فيه نخوة ولا كرامة ولا أزه حرب أزه يا كفيلة أن يعيد كل إنسان حساباته وأن يراجع نفسه هل هو في صف الحق أو في صف الباطل فالتشدق بالوطنية سهل الكلام والتشدق بالحرية وحب الوطن من السهل جدا ولكن هي المواقف الذي تثبت منه الإنسان الصح ومنه الإنسان الغاب فما قام به أيدروس الزبيدي وطارق أفائش في هذه الأياء من مواقف مهينة مدلة لا تنم عن الشعب اليمني ولا ينتمي أهلاء الناس إلى الشعب اليمني فنحن شعب عزة ونخوة وكرامة نغيث المحتاج ونقف مع المصطبع فما بالك بما يقوم به العدو الصهيوني من مجازر وإبادة جماعية في حق أخواننا في فلسطين بحق الأطفال والنساء والشيوط دمر كل مناء كل الحياة دمر المباني دمر المستشعات دمر المدارس دمر كل شيء وما زال الأخوة المرتزقة وعني بالمرتزقة هم من يمثلون قادرة الارتزاء أن يعلون أنهم ينضموني إلى التحارف لماهن ليدافوا عن سفن إسرائيل حتى تعبر بأماء كان الأخرى بطريق عفاش أن يتخذ موقف ولا يقول أن الحوثي بيتصدر الموقف في خطابه قال أن الحوثي بيتصدر الموقف ويحب الظهور في الإعلام أنه مدريبا كان يثبت للشعب اليمني أنه موقف وطني موقف إنساني موقف إسلامي ويخطط في أربع خمس سفر كونه باب المندب هو المسيطرة على باب المندب السيطرة الفعلية الحقيقية وخلونا نقول والله أنك مع الوطن ومع الإسلام ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعريه تعري حقيقة أمام الأمة والمثال يمن يقول ما لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس لو كان في طارق عفاش خير كانوا فيه سلحان فيه صنع ولكن الناس صالوا الضعفاء قال مساكين وأرر بهم من أبناء ريمة والحديدة وإبه وبعض المحافظة وجمعهم قال وأبناء ألوية العمالة تدافع عن من؟ عن الشرعية عن الوحدة عن الجمهورية خطابة رنان يلقيها وقبل سبع عام بدأ يدافع عن إسرائيل هنا تضح هذه الحعيرة فالمطلوب منكم أيها الأقوى العائدين الكرام فأنتم ضيوفا أهلا وسهلا بكم بين إخوانكم فالوطن يتسع للجميع أن يتم التواصل مع ما من نزالوا من مؤربهم في صف العدوان بالعودة وحثهم على العودة ونحن سوف نكون لهم أخوة كرماء لن يمسهم أي شيء بل نقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أذهبوا فأنتم الطرقاء ونحن نقول لهم ارحبوا وحياكم الله فوق الأنهل وفوق الفأس الإنسان الأهم أن نخرج من هذه الدورة وقد استفدنا استفادة كاملة وأن يكون هذه الدورة هي مكملة للوعي وأنا متأكد ما بيش واحد منكم ريع إن لو قادوا واعي وقد تكشفت له الحقيقة أقول لهم ما ريجع من عندهم ولهذا يجب أن نحن نخرج حتى وإن حصلت بعض الهفوات بعض الأخطاء بعض السلبيات هذه في واردة ولكن تأكدوا إنهم أخوة لنا والوطن يتسع الجميع ولا فرق بيننا والمواقف والأيام كفيلة بأن تعرد من بقى في صف العدوان فالشباب الذين يتم تقريبهم هم الذين يستخدمهم مرتزقة العدوان ووقود للقبهة حميد أبنى عبدالله بن حسين الأحمر وطارق أفش لا يمكن أنه يبزل البندق ويخرج قاتل في القبهة تأكدوا هذا من مليون في المئة في حال قد نفذ الوقود الوقود هنا هم الشباب الذين يتم التقرير بهم لن يقاتل كبادة المرتزقة ولن يخرج العرادة ولن يخرج طارق أفش ولا حميد صندقة ولا غيرهم إلى جبهة العدوان يقاتل والله إذا كم عودة الشباب إنهم بيسلهم بيسافروا ودولة الثانية يقتربوا وعند الزرطة الدولار التي قد بزواها وسرقوها في السنوات السابقة سوف يتركوهم ضحية قد ربما لا تجدون حق المواصلات ترجعهم لصنع ولكن نحن ندعو الموارد بهم عبركم عليهم بالعوض ونحن مستعدا حتى نوفرهم المواصلات من مناطق الأدوان لا داخل عاصمة صنع عليهم بالتواصل وأنتم حبل التواصل وأنتم التواصل الأساسي أنا نشتي كل فرد منكم يخرج يعتبر أرفة عملية يتواصل معه يراجع من لواء وراجع من كتيبه واللواء هو ضمن منطقة يتواصل معه جميع من يعرفه ويدعوه للعودة أظن أن العدو السعودي والإماراتي قد استوعب الدرس في خلال ثمان سنوات السابقة تماما ولهذا أنا أعب نفسي عن التدخل في هذا العدوان الذي أمريكا تحاول أن تشن نوع عليمن وإحنا بنتمنى أن أمريكا تنزل على أرض الواقع كما قال السيد حفظه الله قال خلوا بيننا وبين أمريكا وإسرائيل تجي على أرض اليمن ترحب إحنا قد إحنا لنا سبع سنوات ثمان سنوات وعاد إحنا نتقاتل فيما بيننا البيت قد ضحينا بعلاف الشهداء بعشرات الآلاف من الشهداء نشتين ينرب نفسنا مع أمريكا وإسرائيل العدو الحقيقي فما دول الخليج ما هي إلا أحذيث لأمريكا كما قال هواري أبو مدين قال لا تظنوا يا شعوب الخليج يا شعوب الجزيرة العربية إن حكامكم حكام فما هو إلا عبيد إلا عبيد العبيد وضعتهم بريطانيا ولهذا هم لا يستطيعون أن يخريوا عن إطار الحكم البريطاني والأمريكي وأوامرها إطلاقا فكراسيهم مرهونة بهم ليست مرهونة بالشعب فهم لم يأتوا بانتخابات شعبية ولا برأي شعبي ولا باختيار شعبي ولا شيء كما قال السفير للسعودي في أمريكا قبل شهرين قال إن لا علاقة لنا بالإسلام إنما نحن قبيرة فازت بالحرب واستولينا على الحق في السعودي هذا السفير السعودي في أمريكا يصرح بهذا التصريف إن لا علاقة لهم بالإسلام إطلاقا ولا علاقة لهم برسوله إنما هم قبيلة فازوا في الحرب واستولوا على الحق في السعودي لا مريد أن نطلع عليكم نرحبكم مرة أخرى ونقول لكم أهلا وسهلا ونتبرأ من اليهود والنصارى الله أكبر الموت الأمريكا الموت الإسرائيلي اللعنة على اليهود النصر الإسلام أما الآن ومعا كلمة العقيد والشاعر أحمد محمد بن فليتفضل طبعا أنا أشكر السيد عبد الملك بالبدل الدين الحوثي الذي عفى عني وعنكم وسيعفي عن العائدين الجدد ومن هنا أدعو المغرر بهم في صفوف الإدوان أن يعودوا إلى حضر الوطن فاليوم إما أن تكون يمني وإما أن تكون صحيوني فنحن يمنيين خيرنا ونحن في صفوف التحالف في هذا الأمر قالوا لنا لا تدعموا حماس قولوا على أبو عبيدة أنه إرهابي فرفضنا هذا الشيء لأن عندنا مبدأ وعندنا ذمه وممير نعم أرادوا عبيدة العبيد المطبعين مع أسيادهم أن نكون مسيرين لا مخيرين تمام ونحن ولدنا أحرار وسنبقى أحرار حتى نموت مخيرين ليس مسيرين عندما كنت في صفهم كنت أنشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصائد وأدعم حماس وأدعم قضية فلسطين تواصلوا معي القادة قالوا أنت محسوب علينا لا تنشر هذه المنشرات قلت سلوا عن نبي ليش ليش لا أنشر فلسطين عربية والقضية قضية أمة كيف لا أنشروا المهم هددوني قلت لهم بأنشروا قالوا بأن قطع الراتب قلت قطعوه قالوا بأن قطع الراتب قلت قطعوه قعدت شهرين بدون الراتب وأنا مواصل دعمي قضية فلسطين تواصلوا معي برة ثانية قالوا زوتها يا بنا قلتوا ما خاو فيه إلا من الله ما خاض من حدنا لا يقطع الرأس إلا من يركبه ولا يرد المنايا كثرة المالي استمريت بالدعم لقضية فلسطين قضية الأمة الإسلامية فتواصل معي أحد زملائي الذي هو يعتبر من مقربين في الاستخبارات فقال لي الجماعة يريدوا أن يصفوك يا أحمد بنه أقل بالخبر ليش بصفوني سويت عشاني دعمت فلسطين عشاني يعني واقف مع القضية الفلسطينية قال نعم يبقوا يصفوك إذا يدك في الماء لا تجفل لو أنت خارجي ليمن ولا ليصنع فخيرت أما أن أخرج عن وطني أو أعود إلى وطني الحقيقي فأعدت إلى صنع وأنا شامخ بين أخوتي وسأقاتل أمريكا وإسرائيل من صنع الله أمر الموت نامية الموت الشخصين الملعنى 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 الإسلام لبيك يا أصحى لبيك يا أصحى لبيك يا أصحى فعندما استمرنا معهم تسع سنوات البعض يسألني على مواقع التواصل يقول ليش الآن عد ليه ما تعود من أول ليه ما أحركك ضميرك من أول لا لنا تسع سنوات نقاتل معهم كنا مغرر بنا وكنا نشوف قضيتنا عادلة تمام لأننا لا نعرف إيش خلف الكواليس لكن عندما تجلت لنا الرؤية وشوفنا إيش اللي يحصل خلف الكواليس اتضح لنا أن القيادة الذي نمشي بعدهم خونا كلهم عملاء مرتزقة كشفتهم قضية فلسطين بيّنت لنا الحقائق إنهم مسيرين ليس مغيرين وأنا يعني أراهن على هذا إن كل قايد في الشرعية عليه سيدي عليه ورقة ضغط والله العظيم والله أنهم مضغوطين كامل قيادة الشرعية وهي ليست شرعية أصلا ليست شرعية من اللي شرع لكم من اللي شرع لكم هل شرع لكم الشعب أو شرع لكم محمد بن زايد ومحمد بن سلمان الشرعية هي شرعية الشعب اليمني والإرادة هي إرادة الشعب اليمني ليس إرادة بن سلمان ولا بن زايد قلت فيها يا البحور الطاميات المسجرة يا البحور الطاميات المسجرة يا الطباق السبع خليك الجهود اشهدي ان اليمن مستعمرة اشهدي ان اليمن مستعمرة وانعي احرار الشواظع والزيود واذكري من سل سيفه وشهرة والعني من كان خائل للعهود من هنا اعلن امام الكيمرة من هنا اعلن امام الكيمرة لا تفاوض لا تصالح لا بنود بعدما الدكتور نظف مجهرة بعدما الدكتور نظف مجهرة بانت سباب الدرن والتيف اود والمنادي عل صوته وجهرة قال يا لجواد قلنا في الوجود كيف تبغان يجهلها وتصيورها اشتباني يقول لسلاف الجدود تستغيث امي وانا جنب المره يا خزا وجهي ذي تحت اللحود عيشت الاحرار عيشت الاحرار ولا المقبرة طز في الدنيا وعدات النقود طز في الدنيا وعدات النقود شكرا جزيلا للاخ الشاعر العقيد احمد محمد بنه وفي ختام هذا اللقاء يطيب لنا ان نتقدم بالشكر لكل من حضر حفلنا الكريم ولبى دعوتنا وكذا نتقدم بالشكر الجزيل للراعي الرسمي لهذا الحفل المبارك لما بدلوه من جهدا في اهتمامهم بالعائدين الى صف الودن وعلى اهتمام هذا الحفل ايضا فنسأل الله تعالى ان يبارك لهم في اعمالهم وجهودهم الكبيرة في الاهتمام بالاخوة العائدين العائدين من صفوف العدوان الغاشم على بلادنا العزيز الابي الشامخ كما لا ننسى ان نشكر كل من بدل واعان في نجاح هذا الحفل من الاخوة الاداريين والعاملين وكذلك كل من اعان بماله في قيام هذا الحفل ونجاحه اما الان وفي ختام حفلنا الكريم ها نقف جميعا وكفة اعزاز واباء وشموق ومع النشيط الوطني ها نقف جميعا ومع النشيط الوطني ها نقف جميعا ومع النشيط الوطني ها نقف جميعا ومع النشيط الوطني موسيقى موسيقى